اشتركوا في القناة ورئيس حزب التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم ورئيس الكتلة السياسية للمعارضة تركز اللقاء حول تعزيز الديمقراطية في شات الحبيب حامد والمزيد عن هذا اللقاء مقابلة هي الثانية من نوعها بعد 24 ساء من اللقاء الذي جمع فخمتهما الطيف السياسي الشادي يوم أمس ولكن هذه المرة دون مشاركة الأغلبية السياسية أو زعماء الأحزاب السياسية الأخرى مقابلة كانت بالطلب من رئيس حزب التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم الصيد السالح كيبزابو والذي يمثل أيضا الكتلة السياسية المعارضة في شات الذي طالما كانت له مواقف وأراء تختلف أن أراء المعارضات الأخرى أو المتحالفة أو الحزب الحاكم المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو لم ترطرح الدستور الجديد ولا الجمهورية الرابعة ولا تشكيل مكتب الإطار الوطني للحوار السياسي الذي لم يرن نور بعد ولكنها طرحت الحلول والآراء حول العملية الديمقراطية في شات بكل حزافرها وألقت الضوء على كل كبيرة وسقيرة في ديمقراطيتنا الشابة ولو أن السيد صالح كبزابو له آراء مخالفة أو له نظرية أخرى حول الديمقراطية في شات أو أحزاب التحالف ولكنه متفق مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو والذي اعتبره صالح كبزابو الرأي والدام للديمقراطية في شات وما يأكد ذلك هو استمرار اللقاء لأكثر من ساعتين ولو أن ما دار في اللقاء كان في جلسة مغلقة إلا أن السيد صالح كبزابو قال بأنه تناول مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو مسألة مهمة وهي عدم التشاور والشح اللقاء مع رأس الدولة وهذا ما يسبب شلل في مسيرة الحوار الوطني السياسي هذا على حد تعبيره السيد صالح كبزابو رئيس التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم في شات ويضيف السيد كبزابو في حديثي بأنه التقع مع فخامة رئيس الجمهورية وجها لوجه وهو اللقاء مر عليه أكثر من سنة كاملة في مدينة ديريت وعلى حد قولي هذا ما يجعل الفطور السياسي ويضيف بأنه يتقاسم نفس المبادئ والآراء مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو لذا فإن الحاجة إلى استمرارية اللقاء أمر لا بد منه وهذا يدعم الديمقراطية ومسيرة الحوار ويأتي بنتائج ترضي كل الأطراف وتسهم أيضا في تقارب أوجه النظر بين القاعدة والقيادة وقال إننا في اللقاء طرحنا المشاكل العالقة وكل المشاكل التي تخص القضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها وتطرقنا أيضا إلى مشكلة الإعلام في شات وخاصة القطاع العام حيث يقول السيد كيبزابو أن الإعلام العام لم يقم بدوره المنوط إليه على الود المطلوب ولا بد للقطاع الإعلام العام أن يضع في دفتر مهامه وأخلاقياته كل الطيف السياسي ويقوم بدور الرعي وعين الحقيقة دون الإنحيازية والجهوية ويترك أيضا مساحة للإعلام الخاص والذي منه وابتبر منبر الجميع ويقول كيبزابو طرحنا أيضا مسألة الانتخابات التشارعية ومدى جاهزيتها وأخيرا يؤكد السيد صالح كيبزابو بأن العملية الديمقراطية رقم فتورها إلا أنها تجري على وجه صحيح وتشهد تقدما رقم الملابسات المطروحة عليها ولكننا جميعا ننتمي لهذه الدولة وتهمنا مصلحتها ونعمل من أجل المصلحة العامة ومصلحة الشعب الشادي ومصلحة الشاد كما استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي السيد سيمون إسماجة المدير العام للشركة الدولية للبناء والتعمير تركز اللقاء حول إمكانية بناء مطار الجرماية الدولي وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية مجددا الحبيب حامد السعي المتواصل من أجل فك العزلة وربط البلاد بدول العالم والحاجة إلى بناء مطار جديد في منطقة الجرماية الواقع على بعد 40 كم من العاصمة أن جمينا هو بيت القصيد من المقابلة التي جامعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صباح اليوم بالقصر الرئاسي مع السيد شيمون سامجة الرئيس المدير العام للشركة العالمية للهندسة والبناء مقابلة انطرحت الآفاق المستقبلية لبناء والتعمير في مختلف مجالات البنية التحتية في الشات المرافق العامة والمباني الإدارية والمولات والمنتجعة وغيرها المقابلة التي حضرها وزير البنية التحتية وفك العزلة سيد جون بيرنار باداري أعطت فرصة لسيد سيمون سامجة بأن يؤكد لفخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأن شركته تأمل في العمل في البلاد ورغبتها في الإسهام في تفعيل ومرافقة البلاد في تحقيه كل المشاريع التنموية التي اطرحت في الطاولة المستدر لحجد الدعم من أجل التنمية الوطنية وأقل سيد سيمون بأن شركته عزيمة في دعم كل المشاريع الحيوية وتلك التي تتعلق بالبنية التحتية وخاصة مطار مدينة الجرماية والذي سيسهم بالفعل في خلق جو اقتصادي للشات طالما هي دولة تتوسط المحيط والبحر الأحمر أعزى بالإضافة إلى كون أن الشركة العالمية البناء والتعمير قد أسهمت ونفست العديد من المشاريع حول العالم وخاصة بناء المطارات والسدود والصهاريج وخطوط أنبيب البترول والكبار وغيرها المقابلة حضرها أيضا وزير المالية والميزانية السيد عيسى عبد المحمود وعدد من معاوني فخام الرئيسي الجمهورية بالمكتب المدني والأمانة العامة قدمت عصر اليوم وزيرة البريد التكنولوجيا الحديثة والإعلام الناطق الرسمية باسم الحكومة مادلين ألينجي قدمت بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للبريد ترجمة البيان عبدالله هارون بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يصادفه السابع عشر من مايو هو تاريخ تعسيس الاتحاد الدولي للاتصالات فإن جاد ضمن الدول الأعضاء لذا جميع الدول الأعضاء الاهتفال سنويا بهذه المناسبة ومن عجل توعية المجتمعات لاستقدام الانترنت وتكنولوجية المعلومات والاتصالات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وإن شعار هذا العام نحو استقدام الذكاء والابتكار والعبداء للجميع في تنمية الاتصالات والتكنولوجيا وعليه يجب ابتكار فنون وأجهزة تساعد الذكاء الإنساني لعن الذكاء والابتكار هما عاملان أساسيان في الحياة اليومية جهاز التلفزيون وأجهزة الاتصالات الحديثة والبطاقات المصرفية الذكية توضي مدى عحمية الابتكار والابداع فعلى كل الحكومات والمعسسات والجامعات عليهم التفكير بطرق الذكاء والابداع في المستقبل وإن بلادنا شاد لا يمكن أن تقف من مسيرة التكنولوجيا الحديثة وفي هذا الإطار فإن وزارة البريد والتكنولوجيا الحديثة والإعلام بالتعاون مع المنظمات التابعة لها ينظمون يوما إقباريا حول التكنولوجيا الحديثة والمعلومات يوم غدا الخميس الثامن عشر من مايو بقصر القامس أشر اشتركوا في التكنولوجيا الحديثة معهد البحوث في الثروة الحيوانية من أجل التنمية يؤدي دورا محوريا في تحديث قطاع الثروة الحيوانية وحمايته من الآثار السالبة وتفعيل لهذا الدور من خلال إقامة شراكات على الصعيدين الوطني والقاري يقوم وفد من مؤسسة البحوث البيولوجية والإنتاجية بدولة جنوب أفريقيا بزيارة إلى البلاد للقاء المسؤولين عن الثروة الحيوانية حيث عقد الوفد لقاء مع مدير معهد البحوث في الثروة الحيوانية من أجل التنمية الدكتور آدم ججة وخلال اللقاء قدم الدكتور آدم ججة عرضا موجزا عن تاريخ المعهد والأهداف التي يعمل من أجلها ومن ثم قام الوفد بلقاء وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني جايانغ سوري وأعرب رئيس الوفد خلال اللقاء عن الهدف من تواجدهم في البلاد الذي يتمثل في مد جسور التعاون وفتح آفاق مستقبلية لتبادل الفني والتجاري والمعلوماتي لتأمين قطاع الثروة الحيوانية مستطردا بأن هذا كله يعد نتاجا لحسن العلاقات الثنائية التي تجمع شاد بدولة جنوب أفريقيا وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني جايانغ سوري أعرب للوفد عن أن البلاد دخلت مرحلة تقتضي تنمية قطاع الثروة الحيوانية للتعويل عليه مجابهة للعجز الذي ضرب القطاعات الأخرى وأبدى الوزير جايانغ تسهيل كل الإجراءات لتعزيز القطاع وتلبية تطلعات الجمهورية الرابعة ومن المتوقع أن يوقع الوفد اتفاقية مع المعهد في مجال التدريب والتبادل الخبراتي شهد صباح اليوم مركز دراسات والتدريب من أجل التنمية افتتاح أعمال ورشة خاصة بعرض حصيلة أعمال مشروع دعم إنتاج الصمغة العربي في جاد بحضور المدير عام للوكالة الفرنسية للتنمية محمد حسن آدم بتنظيم من المنظمة غير الحكومية SOS ساحيل وبدأ من مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية جاءت هذه الورشة الخاصة بعرض حصيلة شاملة لأعمال مشروع التنمية الصمغة العربي بإقليم جراء والتي استمرت فترة عمله لمدة سلاسة سنوات حيث استفاد منتجي الصمغة العربي بالإقليم العديد من الدورات التدريبية وكذا تقويات كفاءاتهم في مجال الإنتاج والتسويق وتجارة الصمغة العربي وكيفية تصديره إلى الخارج مع الأخذ بعين لاعتبار الجودة والنوعية هذه الورشة تهدف إلى تقديم النتائج الهامة لمشروع الذي يسمى الصمغة الذي عمل في منطقة غيره الأهمية أنه لازم كيف الفعالين في قطاع الصمغة العربي والشركاء التقنيين والماليين يحاولوا توسيعها في مناطق آخرى للتذكير فإن فعاليات هذه الورشة ستستمر لمدة يوم كامل وسيتم التطرق إلى الموادع ذات الصلة بتطوير وترقية قطاع الصمغة العربي بالشاد هذا وكما أن شاد تأتي في المرتبة الثانية بعد السودان من حيث الإنتاج وتصدير الصمغة العربي وصل مساء أمس الرئيس الوطني لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية ووصل إلى مدينة بنغور حاضرة إقليم مايوكي بشرق بهدف تنصيب أعضاء المكاتب الفرعية التابعة للحزب هناك خليل حسن والمزيد بهذه الحفاوة استقبل الرئيس الوطني لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية من قبل مناضلي الحزب بمدينة بنغور حاضرة إقليم مايوكي بشرق وذلك خلال جولته بجنوب البلاد لتنصيب أعضاء المكاتب الفرعية التابعة للحزب وعقب الاستقبال توجح الوفد إلى ساحة الاحتفال حيث قدمت كلمة اللجنة المنظمة التي رحب من خلالها بالوفد الذي اتخذ مدينة بنغور أولى محطاته في هذه الجولة بعد ذلك تم تنصيب أعضاء المكتب الفرعي بمدينة بنغور والتي تمثلت في المكتب الإقليمي برئاسة كوجوبنا جيلبير والمنسقية الوطنية للشباب برئاسة أزينا بيركلسو والمنسقية الوطنية للمرأة برئاسة سلامة عمرو رئيس المكتب الإقليمي كوجوبنا جيلبير شكر الوفد وعلى رأسهم محمد اللو طاهر معرباً سعادتهم باهتمام الحزب بمناضلي إقليم مايوكي بي مؤكداً تضامن المناضلين مع الحزب وإيمانهم بسياسته الشاملة محمد اللو طاهر الرئيس الوطني للحزب قال إن حفاوة الاستقبال الذي حظي بها في مدينة بنغور تؤكد تضامن المناضلين وتجاوبهم مع سياسة الحزب مشيراً إلى أن حزبهم من الأحزاب الهامة والكبرى التي سجلت حضوراً مميزاً في ساحة السياسية الكادية مضيفاً بأن حزب الاردبي حزب لجميع المواطنين لم يقتصر فقط على قبيلة واحدة أو إقليم واحد مؤكداً سعيهم الدائم لتحقيق الديمقراطية ومشاركتهم في كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية القادمة شهد صباح اليوم مكتب المساعدات لسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد حفل توزيع مساعدات مالية لصالح الأيتام الذين تمت كفالتهم من قبل الهلال الأحمر الإماراتي وسمو الشيخ سيف بن محمد النهيان ترأس المناسب النائب الثاني لرئيس المجلسل على الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو حليم السعودية جاءت هذه المبادرة الطيبة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي الهسن الكبير وسمو الشيخ سيف بن محمد آل النهيان بتقديم مساعدات مالية لصالح 3116 يتيماً التي تتراوح أمارهم من سن الصفر حتى السابع عشر من جهته النائب الثاني لرئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد النور محمد الحلو والذي قدم شكره إلى سفارة دولة العمارات العربية المتهدة على هذه اللفتة الكريمة جينا وشهدنا توزيع هذه الكفالات لهؤلاء اليتامة يعني كل يتيم استلم فلوس حق سنة كاملة أما ممثل السفارة العماراتية العربية المتهدة بالبلاد تمنى في الوقت ذاته أن تكون هذه المبادرة تصل إلى أصحابها قمنا بتوزيع كفالات للأيتام والمقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وعددهم 2861 يتيم منشير إلى أن توزيع المبالغ المالية لكفالات العيتام من الهلال الأهمر الإماراتي لصاله 1600 يتيما كما قصت مبالغ مالية إلى 255 يتيما من جهة الشيخ سيف بن محمد آل النهيان حاكم إقليم جرام محمد علي حصاب الله يفتتح أعمال الورشة الإقليمية التي نظمتها للجنة الإقليمية للعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف تهدف هذه الورشة إلى المصادقة على الخطة الوطنية للتنمية بإقليم حسن جدة والمزيد عن هذه الورشة إنها ورشة إقليمية جاءت بهدف تنمية إقليم جرام وذلك عور مصادقة على الخطة المتعلقة بتنمية الإقليم خطة وضعت من قبل اللجنة الإقليمية للعمل التي تنشط بالمنطقة ذلك بالتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف ورشة نشارك فيها ممثل القطاعات الإدارية والمنظمات والتجمعات ومسؤولي اللجنة الإقليمية للعمل وغلال أيامها يصادق المشاركون على الخطة المعروضة والتي التحوي على برامج ومشاريع تنموية ترمي إلى تطوير منطقة جرام وأثناء افتتاحه لأعمال الورشة أشار حكم إقليم جرام محمد زين الحاد يحيى بأن هذه الورشة جاء بها من أجل تنمية هذا الإقليم كما أنها تعد ضمن الخطة التي وضعتها البلاد لتطوير كافة المناطق من هنا حتى العام 2030 مقدما شكره للشركاء المانحين على دعمه من متواصل للبلاد وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف وبالعودة إلى التقرير السابق وترأس وزيرة الإنتاج الرئي المعدات الزراعية عرض أعمال حصيلة سنوية للحملة الزراعية 2017-2018 محمد صالح المزيد لدى التقرير محمد السليك قراءة حسين النور إن الحملة الزراعية دورة 2017-2018 قد شهدت عجزا كبيرا مما يصل إلى نسبة قمسة في المئة وهذه الحالة قد أصبحت الشغل الشاغل للحكومة وعليه فإن كافة المعنيين بأمر الزراعة قد تجمعوا في حاز اللقاء لأجل التشاور والتفاكري وإيجاد حلول للأوضاع الزراعية وما ترتب عليها من انتكاسات والنقص في الإنتاج كما أن حاز اللقاء فرصة سانحة لإعداد متطلبات الحالة الزراعية للموسم القادم في كلمته الترحيبية حاكم إقليم شاريبا جرمي أمبيتسوكي ويدو قال أنهم على مستوى الإقليم مسرورين جدا لاختيار هذا الإقليم لانتلاقة عمال الحملة الزراعية للمرة الثانية أما وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية لدي بياسومدا فقد طلبت من المشاركين البتي في هذه المسائل والعمل من أجل خروج بنتائج مرضية ومشرفة تساهم في إنقاس هذا الموسم الزراعي 2018-2019 ونشير بأن المشاركين في هذه الورشة سيعكفون خلال الثلاثة عيام لترهي التساعلات التي من شأنها تساعد في تحسين الأوضاع الزراعية في الموسم القادم نظم مساء أمس مكتب دعم الصحة والبيئة تابع لوزارة الصحة العامة الممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية حملة توعوية بحارة والية تهدف هذه الحملة إلى مكافحة العنف الممارس ضد المرأة هارون أب آدم إن العنف الممارس ضد المرأة والبنت يعد من أكبر تحديات التنمية الاجتماعية إذ أنه يخترق الحقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة والبنت ولتصدي هذه الممارسة السيئة فإن الحكومات وبدعم من المجتمع الدولي قامت بوضع عدة مشاريع وبرامج لشن حملات توعية وسعة النطاق في الوسط المجتمعي للحد من العنف بكل أنواعه جسديا أو جنسيا أو معنوية وفي ذات السياق فإن مكتب دعم الصحة والبيئة باز الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية آيف دي نظم هذا اللقاء لتوعية سكان الدائرة التاسعة بضرورة منح المرأة والبنت حقوقها وذلك من خلال تحسين ظروف حياتها حتى تعيش بكرامة وتمدرس البنات ومكافحة العادات الضارة التي تعيق البنت جسديا ونفسيا بالإضافة لمكافحة الزواج والحمل المبكرين لتفادي العواقب الوخيمة التي غالبا ما تنتج إزاء هذه الممارسة وقد حث مسؤول مكتب باز أسيت تاتولا أولياء الأمور إلى الأخذ في الاعتبار النصائح التي قدمت لهم خلال هذا اللقاء ودعاهم إلى الاحتكام إلى الحوار لحل المشاكل الأسرية التي تحدث بسبب بعض الظروف المناسبة شهدت عرضا كوميديا من الممثل مالم كلاء وأدم دانسي تناولت سيناريو واقع بعض الأسر الكادية ولتشجيع وتحفيز الحضور أجلت مسابقات شفاهية بمقابل جوائز رمزية قدمها المنظمون لهذه الحملة التوعبية استلم صباح اليوم المركز الوطني للمناهج المبنى الخاص لطباعة الكتب والمقررات الدراسية بحضور المدير العام للمركز وبعض من المشرفين وبوزارتي المالية والتربية الوطنية وعدد من العاملين بالمركز محمود موسى الفيل إن المركز الوطني للمناهج التعليمية هو مؤسسة تابعة لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة والذي بدوره يقوم بإعداد المناهج التعليمية والمقررات الدراسية لمرحلتي الأساسية والثانوية وفقا للنظام التربوي التعدي وعليه جاءت مناسبة تسليم المبنى الخاص لطباعة الكتب والمقررات الدراسية للمركز الوطني للمناهج والذي تم بنائه من قبل مؤسسة سيتوكوت التادية للخدمات العامة هذا المبنى تم بنائه بمبادرة من السلطات العليا بالبنى عبر وزارة التربية الوطنية التي تسعى إلى تكوين الطالب الشادي وإعداده جيدا كي يسهما في تحقيق الأهداف المنشودة للجانب التربوي كتب المدرسية لما كل الناس تعرف هي من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الوزارة التربية والتعديم مشروع كبير لبناء هذا المطبع منذ 2015 تقدر بحوالي 1 مليار فرق سفا سوف تكون هناك آلات لإعتباعة كتب المدرسية وتقدر مقدرة هذا المطبع بحوالي 1 مليون كتاب في سنة هذا ويضم المبنى أربع صالات وهي صالة للمختبرات وصالة لتخزين الكتب والمطبوعات بالإضافة إلى الصالة الكبرى للورش والمؤتمرات وأخرى لتحرير ومراجعة المقرارات إلى جانب مكاتب إدارية وملحقات أخرى تابعة للمبنى وللإشارة فإن هذا المبنى تم تسليمه بشكل مبدئي للمركز الوطني للمناهج وذلك بحضور عدد من المشرفين والمراقبين بوزارة المالية والتربية الوطنية وكذا بعض من العاملين بالمركز قدم مساء أمس رئيس تحالف الكنائس الإنجلية بشات حديثا صحفيا تطرق من خلاله إلى تنظيم أسبوع خاص لدراسة الإنجيل من أجل الحس على ثقافة السلام في البلاد نتابع جزء من الحديث الصحفي ترجمة الزميلة ديغا محمد إن التحالف الكنسي الإنجلي الذي يقوم بتنظيم المؤتمر الصحفي الغرض منه أن التحالف الإنجلي يعمل على مواكبة الأحداث والتطورات الجارية ميدانيا في بلادنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذلك أن التحالف بدأ تنظيم هذه المناسبة لأجل التفهيم أتباع الكنائس الإنجلية والعودة بهم إلى دراسة الكتاب المقدس وتنظيم الأساقفة والصلوات بالساحة الكبرى بملعب الرياض إدريس محمد أويا لأجل السلام الاجتماعي والاستقرار لكل التشاديين على مدار الأسبوع تجول صباح اليوم فريق من التلفزيون الوطني في أسواق العاصمة أنجمنا لرصد كيفية استقبال شهر رمضان الكريم عبدالله إبراهيم شرف الدين رمضان على الأبواب والمسلمون في تشاد على استدادات تامة لاستقباله العمل على تحيات الظروف لصوم شهر رمضان الكريم وخلال هذه الفترة تغيرت حالة الأسواق في العاصمة جمينة فالتجار يريدون اقتنام هذه الفرصة والمواطنون يسعون لشراء هاجاتهم الضرورية واللازمة الأمر الذي جعل عملية التسوق في الأسواق تأخذ أثمان وأسعار متباينة وأنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد استقبل المسلمون شهر رمضان الكريم بطريقة إيجابية بالرضاء والقبول لأنه شهر الرحمة السنة هاجات كلها ببسيطة وبأرخص ثمن وما في صعوبات بكونوا شعرين قدوم بواجهو بارتفاع في السمن في المعيشة أرحمد الله يعني هاجات أكل كده بالنسبة لتشاد السنة درخيص ونذكر أنه فقد أزل لشاب الشادي والمسلمون عامة شهر رمضان الكريم لهذا العام ولكي يعمل بأن تحل الأزمة الاقتصادية وأن ألا بلادنا والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات تصوم وتفتر على ألف خير وفي الرياضة استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الرياضة التجادية أب بكر جرم مسؤول اللجنة الدولية لرياضة التنس الذي جاء إلى البلاد بهدف البحث عن آلية جديدة لتطوير رياضة التنس بالبلاد حسن جدا بعد خمس سنوات من مجيئه إلى البلاد كمدرب للحكام في مجال رياضة التنس عادت ريولي هذه المرة كمسؤولا بالفدرالية الدولية للرياضة التنس بغربي ووسط إفريقيا سيارته للبلاد بدأت بهذا اللقاء الذي جمعه برئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية أبكر جرم أومي مقابلة سمحت لزائر بتقديم المشوار الذي جاء به للبلاد وعليه فقد أكد بأنه جاء بهدف البحث عن آلية جديدة تقوم بدعمها الفدرالية التولية للتنس عبر الفدرالية التشادية تتمثل في سلاسي مشاريع زيارة أشاد بها رئيس الفدرالية التشادية للتنس أبو الله سليمان برايك الماتيريال كثير من ما عندنا ماس الفدرالية ما جايتها تجيب لنا ماتيريال تجيب لنا إكيبما ونساعدة تلصر تكل التنس التنس يعني اشتشر في دارنا نعرف في تشاد 2018 التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رقم 1326 وزارة رئاسة الجمهورية الرئاس وزارة المالية والميزانية يقضي بتعيين في مناصب المسؤولية بوزارة المالية والميزانية باقتراح من وزير المالية والميزانية المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءهم في مناصب المسؤولية التالية مكتب وزير المالية والميزانية مدير المكتب محمد نور عثمان المستشارين بيجاري بن جاكي بيجانباي كيمتو مكتب أمين الدولة في وزارة المالية والميزانية مدير المكتب المستشار جيمتولوم رونانغار الإدارة العامة لوزارة المالية والميزانية المدير العام محمد سانوسي زكريا المدير العام النائب ساوربا جونفولي المفتشية العامة للمالية المفتش العام ديلاكوم كولامباي المفتش العام النائب البروفوسير بكاري أبو المادة الثانية على وزير المالية والميزانية تطبيق هذا المرسوم الذي يلقي كل الترتيبات المغيرة ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أن جمينا السادس عشر من مايو 2018 التوقيع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئاسة الجمهورية وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي مرسوم رقم 329 يقضي بتعيين مدير بإدارة مراسم الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي المادة الأولى عين السيد سدونغارتي ميدنغار مديراً لمراسم الدولة خلفاً لسيد اللاماي هيلاناي الذي استدعى لشغل وظيفة أخرى المادة الثانية على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي التعاون الدولي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيث التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل ويشرفي الجريدة الرسمية للجمهورية أن جمينا السادس عشر من مايو 2018 أعزائي المشاهدين بهذه المراسيم ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء كل عام وأنتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر